ان شاء الله كامل تكونوا بخلص لما لكم واحدة بلا واحدة بلا واحدة واحدة بواحدة ماذا تسعبوش اه تلفت كامل بلا ما نزحت واحدة بوان توم ما كم حافظين هاسيبو معدش الموع اليوم حنشوفو افكار بزف بزف هيلة تخلي العجوني ديالك الجوز طب وشنو هانت الافكار هما تمنى حاجات لازم تدريهم قبل ثمينة صابحا ثمانية قبل ثمانية هادي هي ثمانية حاجات لازم تدريهم قبل ثمانية صابح باش لاجوني ديالك جوز بزف هيلة ودوك تشوفي هاد الافكار وتبعيهم خطوة بخطوة وتشوفي باللي نهارك راح يتبدل وحتربحي الوقت بزف وطح فيه الباراكة اول حاجة بينسر نبدو بها نحنا كمسلمين طبعا هي الصالة اذا صليتي الفجر في وقته يعني خير وخير بس كي صح شوفي نهار نسلي الفجر في الوقت والله صدقوني غير واحد الباراكة تحفلها جواني كشو ندير كله شنكملها جواني تكون بياه بوم لين داك بيان صور تديك تدينا رقدة يعني انا من لين داك نريك للرافين نطفيه نعود نرقد بلا منفيق بس ونكون بسف عيانة صورتوك ينكون سهرت في الليل نطفيق كامل كيفاش نطفيه لغيفي ونعود نرقد إذا لم تصليها في الوقت يجب أن تصليها قبل 8 صباح ثاني شيء يجب أن تشربه لما تشربه كز ما وهي أحب ذلك و نضيفه قارس عصره قارس يعني ليمون لكي تعطيك انتعاش وتحسي ببيان لما يرجع كما يقولون الروح للجسم ولكن الجسم أصلا 80% أو 90% منه مياه لذلك الماء سيعود يعطيك ناشاط ثالث حاجة هي أنك تدري ماشين على الافي يعني تلونسي الماشين هكذا تدري حواج في الماشين على الافي باش تنحيها على مترق كما يقولون و بعد يجيك سهل تنشريها رابح حاجة أنك تفرغي مجفف الأواني لذلك الماء تجعلهم مجفف الأواني لذلك لذلك تحبون تغسلوا حاجة تعجزوا تقولوا لذلك 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 تفرغي مجفف لذلك لذلك تحتاجون لذلك لذلك تحتاجون لذلك لذلك في الوقت لذلك لذلك تقريبك لذلك 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 خامس حاجة انك تعطي عشر دقايق لروحك تعطي كما يقولوا عمرتك عشر دقايق تهللي في روحك تنحي هذيك الشميس الدينوي اللي كتيرا قدع بيها باش تحسي روحك فطنتي تبدلي حواجك تقوليش بتاع رقات لبسي حاجة صبورتي فقط او كش جيبهة خفيفة هكذا يديري قبلية يديري فولة غيذا حبيتي او لبسي وش حبيتي انتي اما كل واحد هو العادة ديال وكان يحب يلبس حاجة تحسي روحه صبورتيف ويبدأ ينشط شوية تماكي يديريك حل مهم تحفي روح كما يقولوا بس ومبعدها ما عندكش الوقت ومبعد خلاص اذا فتيرون سيتي في شغل كبير سيبون تنسعي كامل على روحك إلا تجل مسيو على غفلاء يا خاكش يلقعك المهم قبل 8 صباح سكيمي شوية روحك شوية برقع 10 دقايق اعطي كيفش يقولوا اعطي طريحة روحك هذه هي اما بشو اللي يقولوا هذا المهم سابع حاجة انك شوفوا حاجة مهمة انك تفرغير مخك دفيدي مخك ماذا معنى هذا الفيديو مخك؟ معنى هاك شغل ايدي عندك افكارهم يدوروا في رأسك مشاكل قاعدنا مشاكل الحياة والهم وموضانا وهادي لازم نديرها وهادي لازم نشريها وهكذا 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 المهم 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 تفديد مخك كما يقولوا مخك يكون يغلي تفديدها على ورقها هكذا تبشي قادم أخيك ألس 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 وجوز لاجورني بيان تامن حاجة لحقنا لتودو لس تودو لس معناها قائمة المهم ووش راح ندير في لاجورني بالصح كان حاجة مهمة ما نكترش المهم يعني ندير خمسة ست حاجة ماكسيموم ماكسيموم ستران بزعب خمسة ستر ماكسيموم ولكن نحدد ثلاثة الأولويات يعني نشوف ثلاثة الحاجة المهمة مثلا ندير فطر نسيق مع بيش أنا مهم ثلاثة حاجة مهمة بالأولويات نبدأ بالأولويات بس كنت تحددي الأولويات راح يتنظم من وقتك ماكش حط يعي وقتك في التفاهات ومن بعدها تلقي الحاجة المهمة مزا ما درتياج الأولويات مزا ما دنا نبدأ بالأولويات واحد زوج ثلاثة نحدد الأولويات ومن بعدها ربعة خمسة ستة ما عليش إذا ما درتهمش نهار طويل وغدوة من ذاك طويل والعام طويل هذه هي نجل الأفكار تاع اليوم كونو فاعدوك وإذا عندك انتي أفكار ما عليك تخليهم مننا في الكومنت هكذا نستفادي منك وتستفادي مننا نبقى على الأخير موسيقى